اشتركوا في القناة يذكر لهم ذليلاً على وجود الله عز وجل ففكر لحظة ثم قال لهم الدليل هو ورقة التوت فتعجب الناس من هذه الإجابة وتساءلوا كيف تكون ورقة التوت دليلاً على وجود الله فقال الإمام الشافعي ورقة التوت طعمها واحد لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرة وإذا أكلها النحل أخرج عسلا وإذا أكلها الضبي أخرج المسك ذا الرائحة الطيبة فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم ترجمة نانسي قنقر